اذاعة القرآن الكريم من القاهرة على خير أيها الإخوة المؤمنون نواصل الرحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم ومن أول صورة العنكبوت وحتى لا تلحدات والعشرين من صورة الروم يرطل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماهيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا شاء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنرزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهذاك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا ما كب أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولمحمل خطاياكم وما هم بعاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبت فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوسانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بذأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو عرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوسانا موذة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له نوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادخين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم زرحا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرحون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليكم الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أن ما أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم له حيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وتخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لمن يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البذ إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مسوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم شبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا الشوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون خبق الله العظيم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل حتى الآية الحاجات والعشرين من صورة الروم إذا عطي القرآن الكريم من القاهرة القارئ الشيخ حلم الجمل يتل علينا ما يتيسر من صور الطور والنجم والانفطار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطوف عليهم في المان لهم كأنهم لولؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ويطوف عليهم في المان لهم كأنهم لولؤ مكنون ويطوف عليهم في المان لهم كأنهم لولؤ مكنون ويطوف عليهم في المان لهم كأنهم لولؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البض الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاذر ولا مجلون أم يقولون شاعر أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قلت ربصوا قلت ربصوا فإني معكم من المتربصين أم تاموهم أحلامكم بذلك أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون أم يقولون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فلي آتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم يقولون أم يقولون أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون أم عندهم خزائر أم يقولون أم يقولون ويطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليات مستمعهم بسلطة مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من نظر من مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كذا فالذين كفروا هم المكيد أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذين فيه يصعكون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولهم ينفعون وإن للذين ظلموا عذابا يوم دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبل لحكم ربك فإنك بآيونينا واصبل لحكم ربك فإنك بآيونينا واصبل لحكم ربك فإنك بآيونينا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإذ بار النجوم الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فسبح ومن الليل فسبح ومن الليل فسبح ومن الليل فسبح ومن الليل فصل وصاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يروحى إنه إلا وحي يروحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالأفق الأعلى فاستوى وهو بالأفق الأعلى الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا غوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يروحى علمه شديد القوى زو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى ثم دنى فتدلي فكان قابق وسيني أو أدنى فأوحى إلى عبدك ما أوحى ما كذب الفعاد مرهي أفتمرون أفتمرون هو على ما يره أفتمرونه على ما يره أفتمرونه على ما يره أفتمرونه على ما يره أفتمرونه على ما يره إذ يوشى الصدق ما يره ما زيغ البصر وما طغي إذ يوش الزيد والدما يوشي ما زيغ البصر وما طغي لقدره من آيات ربك القبر إذ يوش الزيد والدما يوشي ما زيغ البصر وما طغي إذ يوش الزيد والدما يوشي ما زيغ البصر وما طغي لقدره من آيات ربك القبر إذ يوش الزيد والدما يوشي ما زيغ البصر وما طغي لقدره من آيات ربك القبر إذ يوش الزيد والدما يوشي ما زيغ البصر وما طغي لقدره من آيات ربك القبر أفرأيتم اللات والعزي ما زيغ البصر وما طغي لقدره من آيات ربك القبر عزيزي إن سميتمها أنتم عبا وقم ما أنزل الله بها بالزلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهول أنفس ولقد جاء أهم من ربهم الهدى أمل الإنسان ما ثمنه فللناه الآخرة ولوله وكم من ملك في السماوات لا تبني شفاعتهم شيئا إلا من بعد عيه بنى الله لمن يشاء ويرضي إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون البداء إكتت تسمية الألف وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن نظم أن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولي عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدني ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتديه ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجدي الذين أحسنوا وبما عملوا ويجدي الذين أحسنوا بالحسن ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أسألوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتنبون كبيرا اسم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفر إن ربك واسع المغفرة ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتنبون كبيرا الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة واسع المغفرة وأعلم بكم واسع المغفرة واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنتم في بطون إمياتكم واسع المغفرة فلا تزكوا أنفسكم وأعلموا بمن اتقى فلا تزكو أنفسكم وأعلموا بمن اتقى إن ربك واسع المغفرة وأعلموا بكم واسع المغفرة هو أعلموا بكم واسع المغفرة هو أعلموا بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة كم في بطون إمياتكم فلا تزكو أنفسكم وأعلموا بمن اتقى فلا تزكو أنفسكم وأعلموا بمن اتقى الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت انفطرت وإذا الكواكب انتفرت وإذا البحار فجرت وإذا الكبور ضعفرت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتفرت وإذا البحار فجرت وإذا الكبور ضعفرت تعلمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما ضرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعذلك موسيقى 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 الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم موسيقى 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 وإذا الكواكب انتسرت وإذا البحار فجرت وإذا القبوب وفرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غر كبير بك الكريم الذي خلقك فسواك فعاد لك بتم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتسرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور غفرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غر كبير بك الكريم الذي خلقك فسواك فعاد لك في أي صورة ما شاء أركبك يا أيها الإنسان ما غر كبير رحبك رحبك الكريم من الذي خلقك رحبك الكريم الذي خلقك فسواك فعاد لك في أي صورة ما شاء أركبك صدق الله العظيم القارئ الشيخ حلم الجمل وقتل علينا ما تيسر من صور الطور والنجم والانفطار إذا عطوا القرآن الكريم من القاهرة حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يحين الآن موعد أذان الفجر يرفع نداء الحق الشيخ نصر الدين تبار الله أزل الله أزل الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا يهاج إلى الله أشهد أن لا يهاج إلى الله أشهد أن محمد ودول الله أشهد أن من ظنته تنمون أطipsis حي على الصلاة حياة الظلام حياة الظلام حياة الظلام حياة الظلام حياة الظلام حياة الظلام الظلام خير من النار الظلام الظلام صهر من النار الله أكبر الله أكبر 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 اللهم المقام المحمود الذي وعده صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وهكذا أيها الإخوة المؤمنون أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة شمس القاهرة ستشرق بإذن ربها في الخامسة ونصف وثمان دقائق ويؤذن بصلاة الظهر في الثانية عشرة إلا ثلاث دقائق إذا عط القرآن الكريم من القاهرة على مدى نصف الساعة نبقى مع هذه التلاوة من القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي وما يتيصر من صورتي الفتح والحرقة أعوذي الله من الشيطان الرجيء بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله يا بالحق لفدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين إن شاء الله آمين 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 مخلقين رؤوسكم والمقصرين والمقصرين لا تخافون آمين فعلم إن شاء الله إن شاء الله ذلك فتحا قريبا لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الخرام إن شاء الله آمين لتدخلن المسجد الخرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تغلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الخرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون رؤوسكم ومقصرين لا تخافون محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ومقصرين لا تخافون حقا قريبا فاعلما لم تغلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فتحا قريبا. والله رسوله الرؤيا بالحق قيل تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله سيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى فتحا قريبا. فتحا قريبا. فتحا قريبا. فتحا قريبا. فتحا قريبا. ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله سيدا محمد وسعود الله. الله الله يا يا الل yourselves يا AS ful Well هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهروا على الدين كله ليظهره على الدين كله وكفاء الله سهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار أرحماء بينهم محمد رسول الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهروا على الدين كله ليظهره على الدين كله وكفاء بالله سهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار أرحماء بينهم محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله وعلى كفاء الله برسول الله يبتعون فضلا من الله ورضوانا سيماء في وجوههم نفر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في دين جيد كذر ومثلهم في دين جيد كذرين فخرج شطاءه فآذره فاستغلب فاستوي على سوقه يعجم الزرار ليغير بهم القفار وعد الله الذين آمنوا وعين الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر بسم الله الرحمن الرئيم الخاص قطر من خال قطر ما أدريك من خال قطر كلمة والسود وعاد بالقارية الله الرحمن 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 الرحيم قطر كلمة والسود فأما ثمود فأبلك بالطاغية قطر كلمة والسود وعادوا فأبلك بالطاغية قطر كلمة والسود قطر كلمة والسود قطر كلمة والسود سخرها عليهم سبع ليال سخرها عليهم سبع نيال وثمانة أيام عثوما فترى القوم فيها صرع كأنه أعجاز نخل خاوية فالترى لهم من باقية وجاء فرعا ومن قبله والموت في كاتب الخاطرة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذ ترابيه إنا لما طغى الماء أحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرته أحملناكم في الجارية لكم أحملناكم في الجارية لكم ومن قبله فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملة لرضو الجبال وحملت الأرض والجبال فذكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل أرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ ترابون لا تخفي منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيميني فيقول فيقول فأما من أوتي كتابه بيميني فيقول فيقول ها أم قرأوا كتابه إني ظلنت أني ملاقي عسابه إني ظلنت أني ملاقي عسابه فهو في عيشة راضيه في جنة عاليه قطوف آذانه قلوا قلوا واشربوا هنيئا فهو في عيشة راضيه في جنة عاليه قطوف آذانه قطوفوا هانيا تنكلوا واشربوا هنيئا بما أثلستم في الأيام الخالية كنوا واشربوا عنيئا بما أتلفتم في الأيام الخاصة كنوا واشربوا عنيئا بما أتلفتم في الأيام أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعود بك من شر ما في هذا اليوم ومن شر ما بعده أصبحنا على فترة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعود بك من شر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيمالنا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعود بعظمتك أن نغتال من تحتنا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته إذاعة القرآن الكريم من القاهرة أيها الإخوة المؤمنون ما زلنا مع حضراتكم من هندسة الهواء تامر الجيوشي ومن أسرة المذعين محمد مصطفى يحيا نسأل الله الكريم أن يرفع عن بلادنا والبشرية جمعاء هذا الوباء والبلاء إذاعة القرآن الكريم من القاهرة القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي يتلو علينا ما يتيسر من سورة الإسراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنة من قد ارسلنا قبلك من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى وسق الليل وقرآن الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا سنة من قد ارسلنا قبلك من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى وسق الليل وقرآن الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهت جذب نافلة لك فتهت جذب نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صدق الله العظيم القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي وقتل علينا ما تيسر من سورة الإسراء إذاعة القرآن الكريم من القاهرة أخي المؤمن هيا قم توضأ وصل لربك تبارك وتعالى قبل شروق الشمس فشمس القاهرة ستشرق بإذن ربها في الخامسة والنصف وثمان دقائق ويا أخي مع نسمات هذا الصباح سل ربك تبارك وتعالى فرجا قريبا سله أن يرفع عن البشرية جمعاء هذا الوباء سل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الأيام تمر ولا تضر سل المولى تبارك وتعالى الشفاء العاجل لكل مريض وأن يرحم موتانا وموت المسلمين سل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلادنا وأن يحفظ جيشنا وأن يحفظ أبناءها المخلصين الذين يبذلون كل غال ونفيس من أجل هذا الوطن ومن أجل أبنائه اللهم إنا نسألك برحمتك ومغفرتك أن تحفظ كنانتك وأن تحفظ أهل الكنانة اللهم إنا نسألك أن ترعى مصر برعايتك يا أكرم الأكرمين لله قوم أخلصوا في حبه فأحبهم واختارهم خداما قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا هنالك سجدا وقياما يتنعمون يتنعمون بذكره في ليلهم ونهارهم لا يبرحون صياما كشفت لهم كشفت لهم حجب الغلوب وعاين ذاك الجمال ذاك الجمال ذاك الجمال ذاك الجمال فزادهم إن عاما كشفت لهم كشفت لهم حجب الغلوب وعاين ذاك الجمال ذاك الجمال فزادهم إن عاما يتشفعون يتشفعون بآدم ومحمد فيسكنون من الجنان خياما قدم المبتهل الشيخ صلاح شمس الدين هذا الابتهال إذا عطوا القرآن الكريم من القاهرة على خير أيها الإخوة المؤمنون نواصل الرحلة الإيمانية مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وبدءا من الات الثانية والعشرين من صورة الروم وحتى الات الحادية والعشرين من صورة السجدة يرتل علينا القاري الشيخ مصطفى إسماعيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيعيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قابتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما ردقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرعون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرعوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضيفون الله الذي خلقكم ثم ردقكم ثم يميتكم ثم يعييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البذ والبعر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان آقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولترتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبرك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ويجعله كسفا فترى الولق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدراء إذا ولوا مذبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وحد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواتي أن تميد بكم وبث فيها من كل داب وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ظلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو ياغه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم ثقال عبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبذ على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فقوم واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منيط وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوسقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يأزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وتخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خفير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البنغ فمنهم مقتصد وما يجعد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين تنزيل الكتاب لا غيب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجئنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هدا ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون كتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمى ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فتقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم زوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون صدق الله العظيم من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل حتى الآية الحديث والعشرين من صورة السجدة دقاؤنا مع المصحف المرتل نستمع عليه بمشيئة الله تعالى بعد حوالي ثلاث دقائق إذا عاتوا القرآن الكريم من القاهرة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون دقيقا ثقيا إذا عطس العطس وجرى تشميته ثم عطس مرات بعد التشميت فهل يكون تشميته مرة واحدة أم بعد كل عطس عطس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أولا التشميت هو أن تقول للذي عطس وقال الحمد لله أن تقول له يرحمك الله وهو واجب عند جمهور العلماء أن تقول له يرحمك الله إذا سمعت منه أنه حميد الله وهذا مروي في البخاري ومن تقرر عطاسه فزاد على اثنتين أو ثلاث فذلك قارينة على أن به زكاما أو مرضا والسنة إذا تقرر من الإنسان العطس مرة أن يشمته يقول له يرحمك الله والثانية يقول له يرحمك الله أما الثالثة فالإنسان يدعو له وبعد ذلك يقول كما قال صلى الله عليه وسلم عندما عطس رجل ثلاث مرات أمامه ففي المرتين الأوليين قال له يرحمك الله وفي الثالثة قال هذا رجل مزقوم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم دقيقة فقهية دكتور مجد عشور دكتور حسن سليمان اذا عطوا القرآن الكريم من القاهرة على خير أيها الإخوة المؤمنون نواصل رحلة الإيمانية مع المصحف المرتل بدءا من الآتة الثانية والعشرين من صورة السجدة وبرواية حفصنا عاصي مرتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوخنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا أن تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوعى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أذعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله وفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك بتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثذب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخيث أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما آهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من كن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت من كن بفاعشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأعد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوت كن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوت كن من آيات الله والعكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كهالك لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أذعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من عرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أعدا إلا الله وكفى وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما فعيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا الله تطعي الكافرين والمنافقين ودح أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسلعوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وابت نفسها للنبي وامرأة مؤمنة إن وابت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنك أها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله وفورا رحيما ترجي ترجي من تشاء من هن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أذنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يعل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستعيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكعوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناع عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبنائهن ولا أبنائهن أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أذنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله وفورا رحيما صدق الله العظيم من آيات الله البينات وبرواية حفص منعاصم رطل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل حتى الثلاثة التاسعة والخمسين من صورة الأحزاب إذا عط القرآن الكريم من القاهرة تمام السادسة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعود بكم شره وشر ما بعده أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم إلى ثقرات وبرامج هذه الفترة التي تستمر معكم حتى الثانية عشرة من ظهيرة اليوم إن شاء الله ويسعد بصحبة حضراتكم معي خلالها من الهندسة الإدعية الزميل تانري بيوشي إخوة الإيمان نرجو لكم وقت طيبا مع كل ما نقدمه لكم من برامج وفقرات ونستهل فترتنا بآيات بينات من الذكر الحكيم ترتيل قرآن يوم مبارك يبدأ من الآية الستين من سورة الأحزاب نستمع إليه من القرأ الشيخ مصطفى إسماعيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعذ لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا تادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا نصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وعملها الإنسان إنه كان ولوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما ينج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يحرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال بسم الله الرحيم أكبر إلا في كتاب مبين بسم الله الرحيم ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أبي جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في الحذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كتفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطيذ وألنا له الحديد أن اعملت بغات وقدر في السرد وأعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح أودوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من معاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خرت بينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبسوا في العذاب المهيد لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال قلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب نافور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير تيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أعاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنألم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين دعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتع بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض وقال القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يرسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الوازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضر ونقول للذين ظلموا زوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفق مفترا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكيد قل إنما أعركم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياءهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاء للملائكة رسلا أولي أجنعة مثلا وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزخكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الله إن الشيطان لكم عدو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعيف الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرا إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتسير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبون صدق الله العظيم من الجزء الثاني والعشرين من كتاب الله تعالى استمعنا إخوة الإيمان إلى ترتيل مبارك لختام سورة الأحزاب وسورة سبأ ومتاسر من سورة فاطر رتله علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل الفقرة التالية من هذه الختمة المرتلة تأتيكم في التاسعة إلى الثلث من ضحى اليوم إن شاء الله إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم أخوة الإيمان رسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع أحمد إسلام من المينيا يقول في رسالته والدة مريضة مرضا شديدا ومنعها الأطباء من تناول أطعمة معينة لكنها تصر على هذه الأطعمة وتثور علينا وتغضب منا إذا لم نحقق لها رغبتها فهل نكون آثمين إذا لم نحقق لها رغباتها ويجيب عن هذه الرسالة أخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بحسن رعاية الوالدين والإحسان إليهما فقال في سورة إسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفد لهما جناح الدل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة فهذه الآية الكريمة توجب على الإنسان حسن رعاية الوالدين وتحجر من الإساءة إليهما حتى كلمة أف وهي كلمة تدل على الدجر من سوء تصرف الوالدين أو بسبب عدم الرضا لتصرف الوالدين لأننا لا ندري متى يكون حالنا حينما نصل إلى سنهما ولهذا وجب علينا أن نحترمهما وأن نقول لهما قولا كريما كما أمرنا الله عز وجل بذلك الاحترام موجود في هذه الرسالة دكتور لكن الأبناء كما قالوا في حيرة من أمرهم ما بين مراعاة نصائح الأطباء والخوف على صحة الأم وما بين إرضاء الأم وتحقيق رغباتها فبماذا ننصحهم وكيف يتصرفون إن من حسن رعاية الوالدين حفظهما من كل ما يجلب الدرر ولهذا وجب على الأبناء وقاية الآباء من كل طعام يؤذي أو يلحق الدرر بالآخرين ولهذا قيل درهم وقاية خير من قنطار علاج وقيل أيضا راحة الجسم في قلة الطعام وراحة الروح في قلة الآسام وراحة اللسان في قلة الكلام فعلينا أن نتعامل مع الوالدين بآدب واحترام وشفقة ورحمة وإن أساء إلينا فإن الواجب علينا أن نغد الطرف عن أخطائهما وأن لا نعاملهما بمعاملتهما لأنه لا يجوز لنا أن نطعمهم ما يدرهم وإن طلبوه لأن النفس أماركم بالسوء كما أن الإساءة إليهم معصية لله ولا يجوز المؤمن أن يكون دائما عاصيا لله عز وجل بل عليه أن يستغفر الله عن كل ما وقع منه خاصة حينما يتعامل مع الوالدين لأن الوالد له احترامه وله وقار فقد ذكر الإمام أحمد عن وهب قال إن الرب عز وجل قال في بعض ما يقول عن بني إسرائيل إني إذا أطعت رضيت وإذا رضيت باركت وليس لبركتي نهاية وإذا عصيت غضبت وإذا غضبت لعنت ولعنة تبلغ السابع من الولد فلنعمل على بر الوالدين بما لا يجلب لهم الضرر والإنسان كما يدين مدان هذا وبالله التوفير نعم إخوة الإيمان أمر رسالة تالية في حلقة اليوم فقد وردت من مستمع نون عين من شبين الكوم يقول في رسالته تقدمت لخطبة فتاة زميلة لي في العمل فنصحني بعض زملائي بأن أصلي صلاة الاستخارة وأن أتشاور مع أهلي بشأن هذا الزواج وقد أديت صلاة الاستخارة أكثر من مرة لكنني لم أرى علامة على قبول هذا الزواج وسؤالي هل يلزم من الاستخارة حدوث رؤية معينة وماذا ينبغي علي أن أفعله بعد أداء صلاة الاستخارة ويجيب عن هذه رسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة بسم الله الرحمن الرحيم الجواب المختصر لا يلزم من أداء صلاة الاستخارة أن يرى الإنسان رؤية معينة في منامه تحدد له ماذا يفعل فقد يرى شيئا وقد لا يرى أي شيء أما الذي يفعله الإنسان بعد الاستخارة فهو أن ينضي قدما في تحقيق ما يرغب فيه وأن لا ينتظر أن يرى شيئا في منامه فإن جوهر مسألة الاستخارة هو طلب الخير من الله تعالى وصدق اللجوء إليه فإن تيسر الأمر فهذا دليل على قبوله وإن لم يتيسر كان دليلا على عدم قبوله فشاور أهلك واذهب إلى أسرة الفتاة فإن قبلوا زواجك فهذا خير وإن لم يقبلوا فهذا أيضا خير لك أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها أرشادة الإنسان إلى الطريق الآمن الذي يسلكه إذا ما عزم على فعل أمر من أمور الحياة كالزواج أو البيع والشراء أو السفر أو غير ذلك من التصرفات التي يريد الإنسان أن يطمئن إلى سلامة تصرفه فيها وذلك لأن الإنسان خلق ضعيفا قد يلتبس الأمر عليه فيتردد في فعله ويشقى بسبب ذلك من هنا جاءت الشريعة لتأخذ بيده ولتهديه إلى الطريق الآمن فوجهته إلى أمري إلى الاستخارة والاستشارة أما الاستخارة فقد ورد عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك إلى آخر الدعاء المعروف وأما الاستشارة فلا يشك عاقل في أن مشورة الحكماء ومشورة أهل الخبرتي تساعد الإنسان على اتخاذ القرار السليم وتنجيه من المهالك ولذلك وجه القرآن الكريم بضرورة إعمال مدأ الشورى في الحياة فقال تعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ولا شك أن الإنسان إذا أخذ بهذين الأمرين فإنه سوف ينجو من الزلل وسيختار الله له ما ينفعه في دينه ودنياه أحيانا دكتور نرى بعض الناس يقدم الاستشارة على الاستخارة هل هذا جائد وإذا لجأ إلى الاستخارة كم مرة يصلي وهل يجوز أن يصلي أحد من الناس لغيره اختلف العلماء في ذلك فقدم بعضهم الاستخارة على الاستشارة وقدم بعضهم الاستشارة على الاستخارة ومن ثم أرى أنه ليس هناك إشكال في تقديم أحد الأمرين على الآخر أما كم مرة يصلي المستخير فقيل ثلاث مرات وقيل يكرر الصلاة حتى يتبين له خير الأمرين ولا يجوز أن يصلي أحد عن غيره لكن يجوز أن يدعو له بأن يختار الله له الخير كأن يدعو الأب لابنه والأم لابنتها والذي نريد أن ننبه إليه هو أن بعض الناس يستخير ولا يستشير وهذا مخالف لتعاليم المشرع فمن أقدم على أمر من الأمور فعليه أن يأخذ بالاستخارة ويسعى إلى الاستشارة فإنه ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدو إلى أرشد أمرهم نعم إخوة الإيمان في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي وشكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بريد الإسلام بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة إذاعات القرآن الكريم من القاهرة إخوة الإيمان وهذه تلاوة من سورة الإسراء نستمع إليها من القرء الشيخ فارج الله الشدلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا وقرآنا فرقناه لتقرأه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا صدق الله صدق الله العظيم فلا علينا القرء الشيخ فارج الله الشدلي متاسر من سورة الإسراء إذاعة القرآن الكريم من القاهرة كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا خلالات في ختام الآيات برنامج يعزه ويقدمه خالد الزنفلي بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة ويشهدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور السيد محمد الديب الأستاذ بجماعة الأزر الشريف أهلا وسهلا دكتور أهلا وسهلا ومرحبا يقول الحق تبارك وتعالى في الآية الرابعة من سورة الروم في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون صدق الله العظيم بداية ما دلالات التلاقي بين هذه الآية والتي قبلها بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت خاتمة الآية المتقدمة وهم من بعد غلبهم سيغلبون حيث أخبر الله تعالى أن الروم ستغلب الفرسة في بضع سنين وكان ذلك من علم الغيب الذي ذكره القرآن الكريم وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم قومه به وأخذ الصحابة الإخبار الكرآني مأخذ اليقين وراهن أبو بكر رضي الله عنه على تحقيقه كما في الآية في بضع سنين وأنكره أبي بن خلف وغيره وجاء الإبهام في الزمن مع ثبوت حدوثه في علم الله تعالى وتحدد بداية الآية مرجعية الأمر في النصر وغيره إلى الله تعالى وذلك قوله لله الأمر من قبل ومن بعد أي من قبل الغلبة وما بعدها فلله الأمر في كل الأحوال في عرفانه وفي غفرانه في نعمته وفي ابتلائه ذلك أن هذه الآيات ذات ذلالات على صحة النبوة المحمدية وأن القرآن الكريم منزل من الله تعالى لما فيه من إنباء على الغيب والأمر كله بقضائه ومضائه لله تعالى سواء أكان الروم مغلوبين أولا وغالبين آخرا وما بواعث فرح المؤمنين بانتصار الروم على المجوس وما أسرار الختام في هذه الآية الكريمة قالت خاتمة الآية ويومئذ يفرح المؤمنون حيث ذكر الفرح على عمومه وهو البهجة والسرور بلا بطر وغرور وذلك فرح المؤمنين الذي تحقق يوم غلبة الروم على الفرس ومبعث هذا الفرح أن وعد الله سبحانه وتعالى بهذا النصر قد تحقق والذي وافق انتصارا آخر للمؤمنين على المشركين في غزوث بدر وبغلبة من له كتاب من الله تعالى على من لا كتاب له وجاء ذلك تصديقا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن ربه تعالى ودعما لتقاربه مع أهل الكتاب كما أخبر الكرآن الكريم بذلك وكانت الآية بخاتمتها عندما نزلت في مكة بشارة لمسلمين الأوائل الذين كانوا ضعافا بانتصارهم على المشركين بعد التحول بالهجرة النبوية إلى المدينة المنورة وتحقق الانتصار وتراجع المناوئون للدعوة الإسلامية ولله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون صدق الله العظيم وهو سبحانه أعلى وأعلم أيها الأخوة المؤمنون في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور السيد محمد الديب الأستاذ بجامعة الرزر الشريف وإلى اللقاء في الحلقة القادمة نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا دلالات في ختام الآيات برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلين إذاعة القرآن الكريم من القاهرة سبحان من عدد جوجه لوجهه فهو الكريم فهو الكريم ويجيب من نذاه حديث الصباح بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة الممنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحت عنوان جبر الخاطر من أخلاق الإسلام نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الدكتور عبد الله عبد الحميد درويش من علماء الأزر الشريف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الإخوة المستمعون الكرام جبر الخاطر من أعظم أخلاق الإسلام والخاطر هو القلب الذي انكسر وضعف لشيء أصابه وجبر الخاطر يعني تطييب قلوب المنكسرين وتخفيف المصائب عنهم ومواساتهم وإدخال السرور عليهم قدر الإمكان ومن أسماء الله الحسن الجبار سبحانه وتعالى والجبار من معانيه هو الذي تنفذ مشيئته في كل أحد ولا تنفذ فيه مشيئة أحد من خلقه لكن من معانيها أيضا كما قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى الجبار هو المصلح أمور خلقه الذي يصرفهم فيما فيه صلاحهم فكلما حرس الإنسان على إصلاح أحوال الناس وقضاء حوائجهم كان ممن يصدق فيهم هذا الوصف الجميل لقد وصف سيدنا عثمان بن عثان رضي الله عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا والله قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر فكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير لقد كان صلى الله عليه وسلم يعود المرضى والمريض رجل أو امرأة قد كسر خاطره كسر خاطره لضعفه بسبب مرضه فما أجمل أن نعوده وأن نزوره وأن نظهر الشفقة عليه والمحبة له وأن ندعو الله عز وجل له بالشفاء فهذا من باب جبر الخاطر وكذلك هناك من كسر خاطره بسبب فقد عزيز لديه فما أجمل أن نعزيه وأن نذكره بالأجر والمثوبة التي تنتظره عند الله سبحانه وتعالى فإن ذلك مما يجبر خاطره ما أجمل أن نجبر خاطر الضعفاء من اليتام والأرامل ونطبق قول الله عز وجل فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر إن الإنسان إذا استطاع أن يجبر خاطر الناس بماله فليطعل هذا علي ابن الحسين رضي الله عنه وعن آل البيت أجمعين كان يعول أهل أبيات من المسلمين ولا يعلمون من الذي يعولهم حتى مات فلما مات رحمه الله إن قطع ما كان يأتيهم بالليل ولما جاءوا يغسلونه وجدوا بظهره أثرا مما كان ينقل الطعام بالليل إلى منازل الأرامل هذا أيها الإخوة من جبر الخاطر فمن عجز عن جبر خاطر الناس بماله فليجبر خاطرهم بكلمة طيبة وبدعوة صالحة وبابتسامة في وجوههم فالبر شيء هين وجه طليق ولسان لي نسأل الله تعالى كما حسن خلقنا أن يحسن أخلاقنا وبالله التوفيق تحت عنوان جبر الخاطر من أخلاق الإسلام استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الدكتور عبد الله عبد الحميد درويش من علماء الأزر الشريف حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث الصباح اعداد وتقديم محمد عبد الحق اذا عطوا القرآن الكريم من القاهرة اللهم خل أفضل طلاب على أسحاب محلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وضحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما لك وكذاته وغفل عن ذكر وغفل عن ذكر غافلون اذا عطوا القرآن الكريم من القاهرة أفلا يتجب أفلا يتجب مرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خطلابا كثيرا ومضى تفسيرية أستشف الجمال من علبة الحق ومن روعة الكلام المنزم ما المراد بقوله تعالى في سورة القمر حكمة بالغة فما تغني النذر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد قوله تعالى حكمة بالغة الحكمة هي العلم النافع الذي يترتب عليه تحري الصواب في القول والفعل والحكمة معناها وضع الشيء في نصابه وفي موضعه ثم وصفها ربنا بقوله حكمة بالغة فما تغني النذر أي أن الله تعالى قد يسوق إلى العباد آية أو معجزة أو يرسل الله عليهم جندا من جنوده لعله يكون ظاهرا أو يكون خفيا أو ما السبب في هذا الإرسال أقول كما قال الله فما تغني النذر لأن الله تعالى أراد أن يذكر عباده وأراد أن يسوقهم إليه سوقا وأراد أن يعيدهم إليه لعلهم ينتهون لعلهم يتوبون لعلهم يعودون إليه والعود أحمد لعلهم يندمون على ما فعلوا لعلهم يتوبون إليه توبة نصوحا فمن فعل هذا أي تاب وأناب وآمن بالله العلي العظيم وطرك ما كان يفعله فيما سبقا والتزم مع الله عز وجل فلا شك أن هذه الآية التي ساقها الله إلينا تكون في حقه حكمة بالغة ومن لم يؤمن بهذه الحكمة ومن لم يتعظ بها فهو مع من قال الله تعالى فيهم فما تغني النذر هذا والله أعلم ومضى تفسيرية أستشف الجمال من عزة الحق ومن روعة الكلام المنزم دكتور عصام الروبي دكتور حسن سليمان إذاعة القرآن الكريم من القاهرة إخوة الإيمان والإسلام تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويط وموجات التشكيل الترددية في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة تمام السابعة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة إخوة الإيمان وحين الآن معدنا مع التلاوة اليومية للقارئ الشيخ محمد رفعات التلاوة اليوم من الجزء السادس عشر من كتاب الله تعالى بدءا من أول سورة مريم أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد زكر رحمة ربك عبده زكريا كافها إذ نادى ربه نداء خفية قال رب إني وأنا العظمي واشتعل الرحيم واشتعل الرحيم شيبا ولن أقل بذعاك رب شقيه وإن إني خفت الموالي من ورائه ورائه وكانت ورأتي عاقرا فأبلي من لدنك وليا 30 يرسني ويرس من آلي العقوب ويعاو رب رضعي يا زكرياه إلا نبشرك بغلاب اسمه يا حيا لم نجعل له من قبل سمية قال رب أن لا يكون لي غلام وكانت المرأة عاقوا وقد بلغت من الكبار عطية قال كذلك قال ربك وهو عادي يا هين وقد خلقتك من قبل ولنمتك شيئا وقد خلقتك من قبل سمية قال رب جعل رياة وقد خلقتك من قبل سمية وقد خلقتك من قبل سمية وقد خلقتك من قبل سمية لا إله من سم 거예요 كذلك وقد خلقتك من قبل سمية وعديناه الحكم صريح يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صريح وحنانا من لدنى وذكاة وكان تقيا وبوعا بوالدي ولم يكن جبارا عصيا وحنانا من لدنى وحنانا من لدنى ويوم يموت ويوم يغاس حاليا واركر في الكتاب مريم وإذ انتظرت من أهلها مكانا شوقيا فاتخذت من دونهم صيابا فأرسلنا إليها روحنا فتمث فهذا شوقا السومية وإذ انتظر بكتاب يا أول بالرحمن منك إن كنت تكريه قال إنما أنا رسول ربك ليهبلك غلاما ذكيا قال إنما يقول في الغزام ولم يمسكني بشر ولم أكب غير قال إنما يستمر في الغزام قَالَ رَبُّكِ وَعَلَيَّ الْأَيْنُ وَبِنَجَالَهُ وَلِنَجَالَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَنْهُ وَمَّ قُضِيَةً فحملته فانتبذت به مكاناً قصيراً فَأَجَالَ وَالْمَخَابُ إِلَاجٍ لَعِنَّكُ لَتِقَوَاتِ وَالْمَخَابُ إِلَاجِهُ وَالْمَخَابُ إِلَاجِهُ فَأَنَا وَالْمَخَابُ إِلَاجِهُ 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 وأداها المخاب إلى جرعة النخلة وقالتها ليتني متقرها وكنت سيما سيما فهذا لها من تحتها أن لا تحده قد جرى وابك تحتك سبيع وغذي إليك بجرع النخلة تساقط عليك عطباً جميعاً فكلي واشتعي وقلي عينا فإما ترى إنه لا يبشر أحداً فقال إني لو توي الرحمن صوماً فلن أكلم يوم إنسياً فاتت به قوم ما تحمله قالوا يا موليه لقد جئت شيئاً فيك يا أختارون ما كان أبوكم وأسول وما كانت وما كانت أمك بغياً فأشارت إليه قالوا كيف نكل العلم قالوا من كان في المهج صغير قالوا من كان في المهج صغير قالوا كتاب وجعلني نبي وجعلني مغارك وجعلني مغاركاً أينما كنت وأفعني بالصلاة والذكاة ما دنت حنياً وغروا بوالدتي ولم يشعر يَبَّى وَعَبَى شَكْرِهُ وَسَلَاوَ دَيَّهُمْ مَوِتُ وَيَمْ أَمُوتُ وَيَمْ أُبَعَتُ حَيَةً ذلك عيسى مَنُّ وَبَعَتُ قول الحق يَبَّى وَيَمْ أَمُوتُ ذلك عيسى مَنُّ وَيَمْ أَمُوتُ قول الحق قول حِيَمْ أَمُوتُ اشتركوا في القناة سبحان الله سبحان الله سبحان الله وَأَنَّهُ وَرَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعَبُدُّوهُ هذا صراط مستقيم وَلَقَرُهُ وَرَبُّوهُ الْعَوِيمِ من الجزء السادس عشر من كتاب الله تعالى استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تأسر من سورة مريم تلاها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت إذاعة القرآن الكريم من القاهرة دقائق مع الابتهالات والشيخ ضياء النظر إلهي إلهي أَنتَ الَّذِي صَوَّرْتَنِي وَخَلَقَتَنِي وَهَدَيْتَنِي لِشَرَائِ الْإِيمَانِي وَهَدَيْتَنِي لِلْخَيْرِ مِنْكَ تَكَرُمًا وَهَدَيْتَنِي لِلْخَيْرِ مِنْكَ تَكَرُمًا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْحَانِي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق الله العظيم في ظلال الهدي النبوي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله وصحبه عن أبي سعيد ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه فما يمنعني من القول إلا أن ها هنا رجالا هم أثن مني متفق عليه وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يروي أبو سعيد ثمرة ابن جندب رضي الله عنه قال لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما أي كان في زمن حياة النبي عليه الصلاة والسلام غلاما فيأخذ من ذلك أن سنه كانت عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نيفا وعشرين سنة فالمراد من الغلام الصغير في السن لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجالا هم أسنوا مني إنه يبين أنه كان يحفظ عنه فما يمنعني من القول أي من أن يحدث الناس بما علم إلا أنها هنا رجالا هم أسنوا مني واستنبط علماء الحديث من هذا أنه يكره للمحدث أن يحدث إذا كان في البلد من هو أولى به بزيادة العلم أو ضبطه أو حفظه أو تقدم سنه إلى غير ذلك بل يدل عليه وهذا بخلاف ما في العلوم فلا يكره تعاطيها للمفضول المتأهل مع وجود الأعلم بها منه وهو حديث متفق عليه والحديث يوضح أيضا احترام الكبير لأن الذي منعه من القول أن هناك من هو أسن منه وأكبر واحترام الكبير من آداب الإسلام ومن قيمه المسلى أن نوقر الكبير بأن نحترمه ونستجيب إلى توجيهاته وإلى نصائحه وإلى الشكر لله تعالى على ما أسداه من فضل أو عمل فيقدم في المشي وفي الكلام وقدم وفد جهينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم غلام ليتكلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صهن فأين الكبير وعندما أقبل سعد بن معاذ على مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم مقال صلى الله وسلم وعليه للموجودين من حوله قوموا إلى سيدكم هذا من باب التوقير والاحترام وعندما دخل على عمر بن عبد العزيز أحد الأفود وتقدم غلام من بينهم ليتكلم قال له أكبر يا غلام أكبر ارجع وليتكلم من هو أسن منك ولا حرج أن يتكلم الصغير باسم قومه ولكن عندما لا يوجد من بين الكبار من يستطيع إحسان الكلام فهو هنا يقول في الحديث كنت أحفظ عنه فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجالا هم أسنوا مني إن الحديث يوضح احترام الكبير ولطالما حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من التقدم على الكبير وأمر بأن ننزل الناس منازلهم وكان من توجيهاته صلى الله عليه وسلم من إجلال الله إقرام ذي الشيبة المسن بل إن مثوبة هذا العمل الإنساني وهذا الأدب والتوقير لا تذهب سدا بل إن الله تعالى يحفظ لصاحب المرؤة مرؤته هذا وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ظلال الهدي النبوي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دكتور أحمد عمر هاشم دكتور عبدالصمد سوخي وعلى آله وصحبه وسلم الله وبركاته وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم إذا عطوا القرآن الكريم من القاهرة إخوة الإيمان ومن الجزء السابع والعشرين من كتاب الله تعالى نستمع الآن إلى هدي التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من سورة الحديد يتلوها علينا القرؤ الشيخ كامل يوسف البهتيني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض وفي ستة أيام ثم استوى على العرش يغلم ما يلج في الأرض وما يخرج منا وما ينزل من السماء وما يورج في ذا وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم هذه الآيات من سورة الحديد استمعنا إليها من القرء الشيخ كامل يوسف الباتيمي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير نحييكم في مستهل هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام من خلال آيات صورة النساء وخاطرة اليوم تدور حول العدل في الجد واللعب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعض فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعتق حتى في اللعب الحكم اللي واقف عشان يقولك دي مش عارف نحصيبها جون ودي ما نحصيبها جون ودي ما نحصيبها جون مش عارف ايه ودي ايه ودي ايه مسألة ما عارف دي مسألة حيترتب عليها ايه أم قالك هي ولكن حكمت ولا ما حكمتش حكمت بدليل أنك أنت حتى بنت بتبص للكورة كده وقاعد وبعدين لقيت الحكم طنش على حاجة ما حتبهاش كده المجتمع بيعمل ايه بيصور عليه ويعمل هيك الله في اللعب مشيته قانون الجد ولكنكم تركتموا الجد بدون قانون ننقل ايه قوانين الجد نودها فين في اللعب لما خذنا قوانين الجد نقلها للعب وسبنا الجد بدون ايه بدون قانون نقول له يا اخي لو اعتمت بدي زي ما اعتمت بدي كانت الامور بقت ايه كانت الامور بقت مسوية اذا حتى ولو كان تحكيمك اذا فاداء الامانة هو حق في زمتك للغير وأنت الذي تحكم ولكن في العجل حق في زمة الغير للغير وأنت ولو حكم ما كنتش حتى معين للقضاء وأنت ولو ايه والحق ولو كانت في امر ايه تافه مدام شغلهم وعمل بينهم نزاع وخلاف فانهي هذا الايه فانهي هذا الايه الخلاف ان الله يأمركم ام تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ام تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به اولا نعمة يعني نعمة ما يعظكم به الله يعني مفيش احسن من هذه العجل اللي هي اذاء الامانة وايه لان بها تستقيم حركة الحياة فاذا ادى الناس الامانة فلا نزاع ولا خلاف واذا ادوا عدالة الحكم يبقى ان كان في خلاف ينكيه ولا ما ينكيه وقال لك واذا علم المجتمع ان عدلا يحرص حقوق الناس عند الناس لم يجرئ ذلك ظالم على ان يظلم بعد ذلك يبقى الدقة في الثانية تورس الايه تورس المجيء الاولى وان لم تكن موجودة لان اللي بيخل الناس تغرى بالظلم ايه ان لما يجي الحكم ما يجيش بالايه بالعادل يقول لك ما افلان عملها ومشيت برضو مش عارف ايه تقوم التاني يغرى بيها لا لا انما ساعت ما يشوفه واحد كده وقف عند حق وخده من الغير وبعد ذلك اجاء الحكم فردعاه يقول لك بقى ما عادش فيه لا مالوش ايه مالوش لازمة نبقى ان خلاص نقديها من عندنا ومش ضروري مش ضروري ان الله نعمى يعظكم به الله سمىها عظة والوعظ هو ترقيق القلب للميل الى الحكم ترقيق القلب للميل الى الحكم طب ليه نعمى ما يعظكم بان الله هل لك لان الله في امره هذا لا حاجة له في ان تفعلوا او لا تفعلوا حاجات مش هتأثر عندي فحاجة انما دي مصلحة كنت ويا بعض و احسن الوان الامر ما لا يعود على الامر بفائدة تأحسن الوان الامر تأمر بحاجة مش هتتعود عليه بفائدة لان الامر في عود الفائدة على الامر قد يشككه في الامر انما بتأمر بامر انت ملكش فيه فائدة يبقى مصلحتك انت تعمل ليه طيب ادي واحدة قد يوجد انسان يأمر بما لا فائدة له فيه دعم ولكنه قد لا يكون واسع العلم ولا واسع الحكمة فالله سبحانه وتعالى مالوش مصلحة في الأمر أدي واحدة خلاص وإيه كمان وواسع العلم والحكمة تبقى العزة دي مقبولة ولا مش مقبولة تبقى مقبولة أو ليه مقبولة وليه نعمة هي العزة وما عداها فبيئثة العزة نقول له لأن الله لا يمتفع بأمره هذا فهو مأمون على هذا أدي واحدة والتانية إن قد يوجد غير لا يمتفع بالأمر ولكنه قاصر العلم وقاصر الايه وقاصر الحكمة يبقى مش نعمة العزة بقى تبقى العزة برضو ايه نفسها يبقى إن الله نعمة يعني نعمة ما يعرضكم به الله أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وأن تحكموا ايه بالعجل فيه ملحظ بقى في الأداء البياني في القرآن تؤدوا جماعة يبقى كل واحد مطالب بهذا الحكم أولا وإن حكمتم بين الناس أن تحكموا بأكل واحد مطالب برضو بالحكم دا كلام هل قال إذا حكمتم بين بعضكم ولا قال إذا حكمتم بين الناس الله كأن مهمتكم الأمانية مش مقصورة على أن تصون حقوقكم بينكم وبين نفسكم لا دا أنتم مكلفون بأن تصون الحقوق بين الناس والناس ولو لم يكونوا مؤمنين كلمة ما وإذا حكمتم بين ايه بين الناس الله في حماية لمن لم يؤمن بدين الإسلام لكل حقوقه أكثر من هذه دا هو يريد منا أن نؤدي الأمانة إلى ايه ما قالش أهلها مؤمنين ولا كفرين وقال إذا حكمتم بين الناس ما قالش إذا حكمتم بين ايه بعضكم إذا كلمة الناس هذه تدل على ايه على عدالة الأمر من إله هو رب رب للجميع لأن نحن قلنا ما دام الله هو الذي استدعى الإنسان للدنيا والإنسان منه مؤمن ومنه كفر إنما هل خرج عن نطاق الربوبية لله ربنا ما هو مسؤول عنه يرزقه ولذلك قال لي للكون يا كون اجي من فعل الأسباب الغاية من المسببات لو كان مؤمنا ولو كان ايه لأن دي عطاء منك ما قلنا عطاء ربوبية عطاء الألوهية افعل ولا تفعل حكم إنما عطاء الربوبية ايه رزق وتسخير الأشياء لك فهو لم يسفر الكون للمؤمن بس وإنما تفره للمؤمن فكذلك طلب منا أن نؤدي الأمانة لمين المؤمن والايه والكاف وطلب منا أن نعدل بين من ومين والمؤمن والكاف الرسول صلى الله عليه وسلم سأتي قصة وهو في المدينة فيه واحد اسم طعمة ابن أبيريق سرق درعا لواحد اسمه قتادة ابن النعمة والاتنين مسلمين والدرع انتوا عارفينه هو ايه فاللباس الذي ايه يحمي الصدر والضهوة من طعلة العدو إلا قال منافذ الحق لمرتكب الجريمة زي ما يقولون الجريمة لا تفيد جعلته يضع الدرع المسروقة فيه جوال دقيق كان فيه دقيق وغفل على ان الجوال اللي فيه دقيق دي بين انسجة الجوال يوجد ايه الدقيق فلما حملوا الدقيق ايه ترك علامات في الطريق هو ماشى من بيت الايه من بيت النعمة الى ايه الى بيت اللي خدوه فذهب الى واحد يهودي اسمه زيدي ابن السمين وترك الدرع عنده فلما فطن قتادة ابن النعمة قال ان سرق الدرع ان سرق الدرع تتبعوا الاسر فوجدوه الى بيت طعم ابن ابيريق فقال انا ما سرقتش فتتبعوا الاسر ثانية فوجدوا الدرع عند مين زيدي ابن السمين زيدي ابن السمين يهودي وقفاد مؤمن وطعب ابن ابيريق مؤمن فلما رفع الامر الى رسول الله كان طعمة ابن ابيريق من قبيلة اسمها بن الزفر جاء اعيان قبيلة الى رسول الله وقالوا مشكلة حدثت بين كذا وكذا ولو اننا انصفنا زيدي ابن السمين في انه ما سرقش حيتهم اللي هيتخد مين طعمة ابن ابيريق ودي تبقى سبى لنا ولمسلمين وعملوا ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم استخبال الحكم وعدده في عواطفه هتبقى سبى للمسلمين ان هو ده واليهود يطلع بريء وبعدين طعمة ابن ابيريق هو اللي حيبقى فانزل الله عليه حكمه الفصل اننا انزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس شوف تحكم بين ايه بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما مش لا تكن للخائنين خصيما يعني لصالحه لا تكن لصالح القائنين ايه خصيما يعني تدافع ايه تدافع عنه واستغفر الله ان كان الخاطر قد جال برأسك ان ترفع رأس مسلم على يهودين لان الحق اولى من المسلمين ولا تكن للخائنين واستغفر الله ان الله كان ايه غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم مدام هو قابل كده ان الخونوا مفتاع ان تجادل عنه ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اسئما هم بيعملوا كده ليه بنوا زفروا وعايزين المسألة دي ليه مستحيين او ان مسلم يكون عمل كده ويهودي هو اللي ياخذ الى حق يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله طب يفرد ان دي من رأيتهم عند الناس اتبرئهم عند الله ويفاتنها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة يبقى اذا قول الحق سبحانه وتعالى واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل الحكم والامانة امر شائع في كل الناس لا يخص بين المؤمنين وانما يخص بين المؤمنين وبين الكافرين وبعضهم ان ارتضوا حكم رسول الله وبين المختلفين يعني مؤمن او ايه او كابر ان الله لعمى يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا حين ترون تسجيل اية يعني ختام اية بصفتين من صفات الحق او باسمين من اسماء الحق فلابد ان تعلموا ان بين الصفتين او بين الاسمين وبين متعلق الاية علاقة سميع وبصير بعد ايه اداء امانة وقد حكم بالعدل بين الناس ام قالك نعم لان الرسول شرح ذلك حين امر من يقضي بين الناس ان يسوي بين الحصمين في لحظه ولفظه لحظه يعني ما يبصش لواحد دونت تاني وفي لفظه يعني ما يكرمش واحد دونت ايه يبقوا لاتنين ايه يبقى مدام حيسوي بين لحظه وبينن فمش ينظر لده كده بحنان وبعطه وينظر للتاني لا لا النظر تكون ايه نظر تكون والالفاظ ولزال شدنا الامام علي مش رد من قضى لانه قال يا ابا الحسم قال له لا انت ما تقضيش بيني وبيني يا حظمي لانك كان يتني دون ان تكون نية التكنية دي دليل العظمة دليل ايه اذا الحين يقول رسول الله سوي بينه في لحظك ولفظك واللحظه عمل ايه يبقى ده عايز ايه بصير اشكري واللفظ عايز ايه عايز سميع يبقى ان الله كان ايه سميعا بصير اشكري انا كانت سميع وبصير كده بالله ام قال لك لان ما يسمع فيه التكريم واضح انما كون النظر يعني تبقى احناينا كده ميعرفاش الا الله اه اللي ياخد باله اوي يعني لعني ينظر له كده بحلانه اكبره فدي غير كلمة سميع وبصير وسامع ومفسر والى لقاء اخر مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول ايات القرآن الكريم شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص مع تحيات عماد الدين عبدالخالق اذا اعت القرآن الكريم من القاهرة فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون دقيقا ثقيا هل من يجلس في بيته يذكر الله تعالى من بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس له اجر عمره وذلك بسبب غلق المساجد خوفا على الناس من انتشار مرض معدن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اولا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جمعه ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له اجر عمره وفي رواية كان له اجر عمرة وحجة يعني عمره وحج ثانيا ان هذا الامر في الامور او الاحوال المعتادة الناس يصلون في المساجد ولهم الحرية ان يذهبوا وليس هناك امراض او اوبئة او اي شيء من الكوارث عافان الله وإياكم ولذلك اذا منع الانسان من الصلاة في المسجد لغرض مؤقت بسبب مرض او غيره من الامراض المنتشرة المعدية وصلى في بيته واقام ما كان يقيمه في المسجد ولكنه بسبب عدم وصوله الى المسجد لعز يأخذ نفس الاجر بمعنى يكون له اجر عمرة او حجة كما قال صلى الله عليه وسلم ولذلك ننصح من يصلي الفجر في البيت اذا اغلقت المساجد بسبب ما ان يجلس ويذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس فينال هذا الفضل باذن الله والله اعلم دقيقة ثقية دكتور مجد عشور دكتور حسن سليمان اذا عطوا القرآن الكريم من القاهرة الان اخوة الايمان الى اشارات ضبط الوقت تمام الثامنة في اذاعة القرآن الكريم من القاهرة اخوة الايمان وفيما يلي وعلى مدى نصف الساعة نعيش في رحابة لاوة قرآنية مباركة من سورتي السجدة والعلق يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق من شاوي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة أم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون يوم كان مقداره ألف سنة يوم كان مقداره ألف سنة ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم يوم الذي أحسن كل شيء خلقه يوم كان مقداره ألف سنة يوم كان مقداره ألف سنة وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مذين سلالة من الزيب والشهادة والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإيسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مغين ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق ليسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء وبدأ خلف Tet結果 وبدأ خلف زيارة من سلالة من ماء ثم جعل نسله من سلالة من ماء مذين ثم سواه ونفخ فيه من روحه اشتركوا في القناة والأفئدة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم لي أحسن كل شيء إن خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين عزيز الرحيم عزيز الرحيم عزيز الرحيم وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين عزيز الرحيم عزيز الرحيم وجعل لكم السمع والأبصار والفدة قليلا قليلا ما تشكرون وقالوا أهذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جزيد بلهم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعم الفالحة فرجعنا نعم صالحا إنا ممكنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين تذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون بما كنتم تعملون بها خروا سجدا وسبحوا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ينفقون ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون تعملون 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 لا يستوون لا يستوون لا يستوون أما الليل آمنوا وعملوا صالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علقين اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علقين اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك اقرأ باسم ربك اقرأ باسم ربك اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الظواق في القلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الاترم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الاترم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ اقرأ الإنسان ليطغى أرواه استغنى كلا إن الإنسان ليطغى أرواه استغنى إن إلى ربك رجع صلك الله العظيم من التسجيلات الخارجية للقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورتي السجدة والعلق إذا عطل قرآن الكريم من القاهرة إخوة الإيمان يقول الله سبحانه وتعالى عن ذاته العلية تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا تسبح لك الأرض بما حوت من مياه قاريات وشعام خراسيات يسبح لك الفضاء بما فيه من رياح ذريا وطيور صافة تسبح لك السماوات بما فيها من نجوم سابحات وكواكب نيرات وكل ما في الكون من عجائب الصنع وباهر الآيات بحقك إلا ما أنقذتنا من الكابوات والحسرات نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن تكتب أسماء ألا عندك في دين أهل الجنات اللهم أنقذنا من الكابوات والعثرات واجعلنا بفضلك من أهل الجنات قدم الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال إذا عطل القرآن الكريم من القاهرة أخوة الإيمان ومن الجزء الرابع من كتاب الله تعالى نستمع الآن إلى هدي التلاوة من سورة النساء بدءا من الآية الثانية عشرة يتلوها علينا القرآن الشيخ إسماعيل الطنطعوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن والد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيتي ليوصين بها أو زين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم والد فإن كان لكم ولد فلهن السمن مما تركتم من بعد وصيتي لكن توظون بها أو زين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السلس فهم شركاء في السلس من بقد وصيتي يوصى بها أو ذيل غير مضاد يوصى بها أو ذيل غير مضاد تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخلوا جنات تجري من تحت الأنهار يدخلوا جنات تجري من تحت الأنهار وذلك الفوج العظيم وذلك الفوج العظيم صدق الله العظيم من آيات الله البينات تلع علينا القرء الشيخ إسماعيل الطنطاوي ما تسر من سورة النساء إذاعة القرآن الكريم من القاهرة إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله خاطرة دعوية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وعسره سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه ذاه إلى يوم الدين وبعد فيقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز فامسوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ولم يقل سبحانه أقعد وسيأتيكم الضزق حيث كنتم وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا يقعدن أحدكم عن طلب الضزق ويقول اللهم ازقني وقد علمتم أن السماء لا تنطر ذهبا ولا فضة وفي حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله عز وجل حق توكله لا أزقكم كما يعزق الطير تغدو خماصا وتعوح بطانا قال أهل العلم وشرح الحديث إن الطير تأخذ بالأسباب فتغدو وتعوح ولا تقعد في أماكنها وتقول اللهم ازقني في مكاني ونقل بعض الرواه أن أحد الناس خرج في تجارة فلجأ إلى حائط مستان للإصطراحة فوجد فيه طائر كسير الجناع فقال يا سبحان الله ما لهذا الطائر الكسير كيف يأكل وكيف يشرب وبينما هو على هذه الحال إذا بطائر آخر يأتي بشيء يسير من الطعام فيضعه أمام الطائر كسير الجناع فقال في نفسه يا سبحان الله سيأتيني ما قسمه الله لي حيث كنت فقص ذلك على أحد أصحابه فقال له يا هذا كيف عضيت لنفسك أن تكون الطائر الكسير المسكين مهيض الجناع الذي ينتظر الصدقة ولم تسع لأن تكون الطائر الآخر القوي الذي يسعى على رزقه ويساعد الآخرين من بني جنسه وقد قال أحد الحكماء لا تسأل الله أن يخفف حملك ولكن اسأله أن يقوي ظهرك فقوة الظهر هي للعظماء لمن يأخذون بالأسباب لمن يعملون لمن يعفون أنفسهم ويسعون على مساعدة الآخرين نسأل الله أن نكون منهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خاطرة دعوية مع الدكتور محمد مختار جمعة إذاعات القرآن الكريم من القاهرة أخوة الإيمان ونستمع فيما يلي إلى ترسيل مبارك من الجزئين الثاني والعشرين والثالث والعشرين من كتاب الله تعالى بدءا من الآت الحاديات عشرة من سورة فاطر ترسيل القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من محمد ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لعما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وتخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمي إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مسقلة إلى عملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أوسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكيف ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جدد بيض وعمر مختلف ألوانها وغرى بيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبون ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم تابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يعلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حليف وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أعلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون كذلك نجزي كل كبير كذلك نجزي كل كبير كذلك نجزي كل كبير كذلك نجزي كل كبير وهم يصطرخون وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهِ بَلْ إِنْ يَعِدُوا الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَذُولًا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَعَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا عَفُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا ذَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يعيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ولو نآخذ الله الناس بما كتبوا ما ترك على ظهرها من ذابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليه مثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاء المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم ماكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا الموسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلية إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقرون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العنون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقبنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا طيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لطمسنا على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمذه ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لأن لهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون صدق الله العظيم من الجزئين الثاني والعشرين والثالث والعشرين من كتاب الله تعالى استمعنا إخوة الإيمان إلى ترسيل مبارك من سورتي فاطر وياسين رتله علينا القرئ الشيخ مصطفى إسماعيل الفقرة التالية من هذه الختمة المرتلة تأتيكم في العاشرة من ضحى اليوم إن شاء الله إذاعف القرآن الكريم من القاهرة تقدم أندى الثناء عليك يا ذا الفضل سئل فأجاب عليك يا ذا الفضل فيما أنعى عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها فقال الرجل لا شيء إلا أني أحب الله ورسولا فقال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم بحب إياهم وإن لم أعمل أعمالهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية التي توصل إلى صحبته في الجنة ليست مجرد كلمات يرددها اللسان بل لابد أن تكون محبته عليه الصلاة والسلام حياة تعاش ومنهجا يتبع وصدق الله إذ يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سئل فأجاب سئل فأجاب أعداد سمير هاشم تقديم محمد مصطفى يحيى إذا عطوا القرآن الكريم من القاهرة إخوة الإيمان ومن الجزء الثاني عشر من كتاب الله تعالى نستمع الآن إلى آيات من سورة هود بدءا من الآت التاسعة يتلوها علينا القارئ الشيخ طاه الفشني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أبقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور ولئن أبقناه نعماء بعد ضراء أما السطر ليقولا ليقولا ما ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأهر كبير فبألك تاركم بعض ما يوخى إليك وضائق وضائق به صدرك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا 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 أنزل عليه كنز أو جاء أماه ملك إن إن ما أنت نذير إن ما أنت نذير والله على كل شيء وكيل إن ما أنت نذير والله على كل شيء وكيل صدق الله العظيم من الجزء الثاني عشر من كتاب الله تعالى استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه الآيات من سورة هود تلاها علينا القارئ الشيخ طاغ الفشني إذات القرآن الكريم من القاهرة فلا يتجم مرون الفوحان ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا ومغة تفسيرية أستشف الجمال من عزة الحق ومن روعة الكلام المنزم ما المقصود بقوله تعالى في سورة الإسراء وما نرسل بالآيات إلا تخويفا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد المقصود بقوله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا هذه الآية هي عنوان لهذه الحكمة القائلة قد تأتي المنحة من رحم المحنة ومعناها أن الله عز وجل قد يأتي من المضرة يأتي منها بالمصرة وقد يأتي بالمصرة من المضرة ولذلك ختم الله تعالى الآية في سورة البقرة بعدما قال وعسى أن تقرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فإذا ما نزل بنا يوما من الأيام بلاء فعلينا أن نعلم أن هذا البلاء الذي ربما ساقه الله تعالى إلينا من باب التخويف ربما يخيذ لنا أنه جاء ومعه الموت هنا أقول لا لم يأتي ومعه الموت وإنما جاء ليذكرنا ليوقظ القلوب الميتة في قلوب أصحابها لعلهم يعودون إلى الله عز وجل وإنما جاء من باب التخويف لكي نقترب من الله تعالى أكثر وأكثر فلا شك أنه ما من إنسان منا إلا ومعه ذنوبه فكفى ما كان من ذنوب وخطايا والآن نتأمل قوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وأقول أيضا علينا أن نستغل كل لحظة تمر علينا أن نعيد حساباتنا مع الله عز وجل ومع أولادنا ومع بناتنا ومع أسرنا فالذي قابع في بيته عليه أن يعلمهم الحلال والحرام وعليه أن يصلي بهم في بيته وأن يعيد نفسه إلى الله عز وجل لأنه إن عاد إلى الله فإن الله تعالى يتقبله بقبوله الحسن هذا والله أعلم ونظر تفسيري أستشف الجمال من علفة الحق ومن روعة الكلام المنزم دكتور عصام الروبي دكتور حسن سليمان إذا عطوا القرآن الكريم من القاهرة بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به بحمد الله تعالى تم افتتاح دور لمرضى الزهيمر ومستشفى للعلاج وتشخيص المبكر من خلال جمعية الباقيات الصالحات للدكتورة عبل الكحلاوي لاستكمال المثيرة تبرع على حساب 6060602 او اتصل على رقم 16955 يصلك من دوبنا تصدق بنية فك الكرب ورفع البلاء عنا جميعا ساهم مع جمية المصباح المضيء في شنطة الإغاثة ب150 جنيها ونحن سنقوم بتوصيلها لأهلنا المحتاجين قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها اتصل على 16093 يصل كمن دوبنا شارك بسهم الشفى في مستشفى الصعيد للسرطان مستشفى شفى الأرمان في زكاة أو صدقة أو صدقة جادية سهم الغرفة وعلاج اليوم الواحد 200 جنيه سهم العلاج الإشعاعي 250 جنيه سهم العلاج الكيماوي 50 جنيه شارك بسهم واحد أو أكثر أو باللي تقدر عليه مستشفى شفى الأرمان صعيد بلا سرطان إن شاء الله اتبرع واتصل بالوقت على 19455 يصلك من دوبنا لحد باب البيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليكيم في الجنة كهاتين وأشار بأصبعه السباب والوسطى دار السندس للأيتام المعقين بتقولك تعال معنا نكفل 168 طفل يتيم معاق تعالوا نرعى الأيتام المعقين ونعلمهم ونعليجهم ونوفر لهم حياة كريمة داخل الدار تعالوا نساهم بصدقة جارية لبناء مصنع للأيتام المعقين علشان نقدر نشغلهم ونصرف عليهم اتصل على دار السندس 01590708 أو 1917 يصلك من دوبنا من عام 1975 وجمية الدكتور مصطفى محمود بتساعد كل محتاج والنهاردة وبعض الظروف اللي بمر بيها بعض أهلين وظهور فيروس كورونا وبمساعدتكم حنقدر نساعد ونمد ايدينا 50 ألف كرتونة مواد غزائية ل50 ألف أسرة من أسر عمالنا العاملين باليومية المتضررين للتبرع لجميع الدكتور مصطفى محمود بجميع البنوك أو على فوري أو اتصل بينا على 16-089 شارك بسهم الشفى في مستشفى الصعيد للسرطان مستشفى شفى الأرمان في زكاة أو صدقة أو صدقة جادية سهم الغرفة وعلاج اليوم الواحد 200 جنيه سهم العلاج الإشعاعي 250 جنيه سهم العلاج الكيماوي 50 جنيه شارك بسهم واحد أو أكثر أو باللي تقدر عليه مستشفى شفى الأرمان صعيد بلا سرطان إن شاء الله اتبرع واتصل بالوقت على 19-455 يصلك من دبنا لحد باب البيت تصدق بنية فك الكرب ورفع البلاء عنا جميعا سهم مع جمية المصباح المضيء في شنطة الإغاثة ب150 جنيه ونحن سنقوم بتوصيلها لأهلنا المحتاجين قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها اتصل على 16-93 يصل كمندوبنا تم بحمد الله افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى آل ياسين العيادات الخارجية كافة التخصصات لجمعية الباقيات الصالحات للدكتورة عبل الكحلاوي لاستكمال باقي المراحل تبرع على حساب 60-60-60-2 جميع البنوك او اتصل على 16-955 يصل كمندوبنا من عام 1975 وجمعية الدكتور مصطفى محمود بتساعد كل محتاج والنهاردة وبعض الظروف اللي بمر بيها بعض اهلنا وظهور فيروس كورونا وبمساعدتكم هنقدر نساعد ونمد ايدينا 50 ألف كرتونة مواد غذائية لـ 50 ألف أسرة من أسر عمالنا العاملين باليومية المتضررين للتبرع لجمعية الدكتور مصطفى محمود بجميع البنوك او على فوري او اتصل بينا على 16-089 إبعاة القرآن الكريم من القاهرة إخوة الإيمان دقائق مع هذه التلاوة من سورتي التين والعلق نستمع إليها أن القرء الشيخ عبد العزيز عكاشا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطورسين لهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أخزم تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفلين إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين حاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم ذي القرم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة سورة التين ومتاثر من سورة العلق إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من لي سواك إله الخلق يا ديني من لي سواك من لي سواك إله الخلق يهديني وفي طريق الهدى والنور يبقيني يا واغب العفو يا واغب العفو يا واغب العفو عفو هب لي منك مغفرة إلى جنابك يا رباه تدنيني يا واجب العفو هب لي منك مغفرة إلى جنابك يا رب 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 الذنب عندي يا رب يا رب يا رب والعفو عندك يا رباه الحين يا من يا من يقود ولا تفنى خزائنه إني سألتك إحساما لتعطيني يا واهب العفو هبنا منك مغفرة إلى جنابك يا رباه تدنينا قدم الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال إذا عطوا القرآن الكريم من القاهرة أخوة الإيمان ومن الجزء السابع والعشرين من كتاب الله تعالى نستمع الآن إلى هذه التلاوة من سورة الداريات بدءا من الآية الحاديات والثلاثين يتلوها علينا القرآن الشيخ عبد الرحمن الدروي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسدون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين من المسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون وضعون العذاب الأليم وفي موسى إلا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبلناهم في اليم وهو مليم قطيع ذن إلا أرسلناه إلى المريح العقيم أتذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كراميم قطيع ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى خير انفعتوا عدوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون وما استطعوا منك يا آمي وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيذ وإنا لموسعون والأرض فرسناها فنما الماهزون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تأكثرون ومن كل شيء خلقنا زوجون ومن كل شيء خلقنا زوجون ومن كل شيء خلقنا زوجين لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مرض الله إلى أما أخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتوى صوبي بل هم قوم مطلوبون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الزكرة تنفع المؤمنين وما قلقت الجن والإنس إلا بيربدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون أذن الله والرزاق ذو القوة المثيل فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل نوب أصحابهم ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل نوب أصحابهم فلا يستعجلون فغيل للذين كفروا من يومهم كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم من الجزء السابع والعشرين من كتاب الله تعالى استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة من سورة الذاريات تلاها علينا القرؤ الشيخ عبد الرحمن الدروي إذاعت القرآن الكريم من القافرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعدت لأتنم مكارم الأخلاق التربية في ضوء القرآن والسنة إعداد وتقديم أبو بكر عبد المعطي بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يأثرنا أن يكون أنا في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور جمال عجب سيدري أستاذ فلسفة الإسلامية بجامعة السويس مرحبا بكم معنا أهلا وسهلا أخوة الإسلام ونحن نتناول الفلسفة الإسلامية في مجال التربية لابد أن نشير إلى تربية العقل هذا الكائن الذي خلقه الله به يأخذ وبه يعطي وبه يحاسب فالإنسان تميز على غيره من المخلوقات بهذه النعمة دكتور جمال نحب أن نشير إلى بناء العقل الحضاري كيف نستطيع أن نبني عقلا حضاريا في هذا الوقت الذي اتسعت فيه الفجوة بين بعض الحضارات وغيرها الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المضعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أود في البداية أن أنطلق في الإجابة على هذا التساؤل الهام من منطلق القرآن الكريم والسنة النبوية دولا القرآن الكريم يدعو إلى بناء العقل الراشد والعقل الواعي والعقل المتفكر ويتدرج من المعارف الحسية إلى المعارف العقلية إلى أسمى درجات المعرفة وهي المعرفة عن طريق الواحد لما عندنا المعرفة الحسية لأدوات الحس السمع من السمع والبصرة والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة دي أدوات يرتق الإنسان إلى كما تفضلت حضرتك إلى المعرفة العقلية وهي التي تفرخ ما بين الإنسان وسائر مخلوقات الله سبحانه وتعالى من الحيوانات ومن غير من الكائنات المعرفة العقلية دي تنطلق أولا من توجيه القرآن الكريم التفكر ما هي أساسية للإنسان حقيقة أربوية الإنسان يبقى كما يقول كده الفلاسفة كائن مفكر ما ينفعش يكون غير مفكر يبقى ما هي التفكير أولا هي ما هي أساسية من منطلق التصور القرآن الفريد في توجيه النظر في مواضع عديدة من آيات الله سبحانه وتعالى يعني لعلهم يتفكرون فاعتبروا يعني إلى آخر الآيات الخرآنية الكريمة والآيات العديدة التي توجه النظر نحو البحث والتأمل والتفكير سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتمين لهم أنه الحق الآية هنا تضع منهاج للعقل المسلم آيات الله سبحانه وتعالى مبثوثة في هذا الوجود في العالم المنظور عن طريق القانون وعن طريق للأخذ بالأسباب وفي العالم غير المنظور أيضا في عالم ما وراء الطبيعة اللي هو عالم الذي نتلقى عالم الملائكة الذي نتلقى كنظرية معرفة باللغة الوحي والعالم المسطور وهو يتمثل في القرآن الكريم وفي سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بناء العقل الحضاري أولا ينطلب من تصورات واضحة نحو الأبجالية الأولى مهية التفكير الأبجالية الثانية النظرة الشمولية دي تربية حضارية وليست النظرة الجزئية النظرة إلى حقيقة الله سبحانه وتعالى الخالق والكون المخلوق والإنسان الفاعل في الطبيعة الإنسان الفاعل الإنسان الذي يؤدي الدور على الوجه الأكمل هذه المنظومة المتكاملة اللي هي النظرة الشمولية انشطار النظرة ما بين نظرة جزئية ما بين نظرة للطبيعة فقط وما بين فصل ما بين المفهوم الألوهية ومفهوم الطبيعة أدى إلى أضرب أزمة في العقل الغربي كله بمعنى أن العقل الغربي كله هو يظن أن تصورات العقل تصورات مادية فقط ومن ثم هذا العقل للتصورات وما هي العقل المادية وليست ما هي جوهرية روحية تؤدي إلى نظرته وفلسفته للطبيعة نفسها في أن الطبيعة في المنظور الغربي هي فاعلة بذاتها يعني القانون مو دعوة كأنه بطريقة ميكانيكية لكن في التصور العقل المسلم من منطلق تصورات القرآن الكريم الجالية والسنة النبوية والأحاديث في هذا المجال يعني بعد تسع المقامل الذكرية بتنطلق من رؤية عناية الله فكرة العناية فكرة أن القانون السبب لا يفعل بذاته وأنما يفعل بعناية الله سبحانه وتعالى لأنه لو تدخلت المعجزة بيقف القانون على طوله إذن العقل الغربي يفتقد إلى الوحي الإلهي الذي يضبط مصار هذا العقل نعم المنظور الإسلام هنا هو أشبه بترمومتر كده بيقيس رؤية الإنسان يعني بيضع الضوابط والمنهجيات بيحدد له معالم الطريق ما الذي يفكر فيه عالم الواقع العالم المحسوس هناك قانون السببية ولكن بشرط أن لا نفتن بالسببية أن السببية ليست فاعلة بذاتها عالم ما وراء الطبيعة أو عالم بيسميه بلغة الفلسفة عالم الميتافيزيقة أو عالم ما وراء المعقول أو العالم الغيب بقى بلغة القرآن الكريمة الذين يؤمنون بالغيب المسلم يتربى على هذا المفهوم هو ممكن يعني عالم الغيب ليس هنا النظر الساهية ليس نظر البلهاء وإنما هو مصدرية المعرفة أننا نؤمن عن طريق الوحية بأن الله سبحانه وتعالى خلق العالم الأخروي والملائكة والكتاب والصحب واللوء وكل هذا ده يعطي تعادلية في بناء العقلم الداخلي ما بين الإيمان بالآخرة خقيم عليا وما بين الضربة في الأرض يعني عندما يبدأ العقل في تاريخ بناء مكونات الداخلية وبرمجيات العقل عن أن هناك عالم أخروي يعني يعطي للعقل المسلم الهدوء يعطي للعقل المسلم السكينة يعطيه من الأزمة النفسية يعطيه من حالات التمزق والانهيار يعطيه من حالات الانتحار العقل الذي لا يفكر بنشطور لا يفكر بتعادلية ما بين النظر للدنيا والنظر الآخرة لذلك إذا هو العقل الذي تأثر بتجليات القرآن الكريم وبالسنة النبوية الحبيبة يعني تصور حضرتك أن السنة تؤكد على فرضية التفكير وعلى أن التفكير أنا أخصد أنها فرضية يعني معناها أمر هام جدا وليس بمفهوم الواجب ما لا يتم الواجب إلا به وفهو الواجب الحلال والحرام ده يجعل العقل المسلم عندما يفكر بهذه البرمجة إذا كما يقولون بعلمة البرمجيات يكون مدعا من خلال هذه التصورات التي أشرت إليها نعم إذن فالعقل الإنساني يتفاعل مع الوحي الإلهي حتى يستطيع أن يصحح مصاره في هذه الحياة وحتى يستطيع أن يحكم على الكون والأشياء حكما صائبا لأن العقل الغربي الذي افتقد إلى الوحي ظل كثيرا واحتاج إلى هذا الوحي حين صار في الحياة بالعقل الجامد فقط فافتقد إلى الحياة الروحية إذن فنحن أمام هذه المشكلة لدى العقل الغربي والتي يظل البعض أنه تقدم كثيرا نعم هو تقدم في الجانب المادي ولكننا نتوقف أمام قانون السببية الذي يحتاج إلى إلقاء الضوء في لقاء قادم إن شاء الله ونحن من ربي نحتاج إلى الوحي الإلهي كرافد أساسي وكعمود أساسي من أعمدة الفكر العقلي المجرد شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور جمال لجف سيدني أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة السويس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته التربية في ضوء القرآن والسنة إعداد وتقديم أبو بكر عبد المعطيف تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر